سعدي اليوم بصنعه مع بعضة البنك الإسلامي برأسة المهندس حسن عبد الماجد موسى سيرة تنفيذ عدد من المشاريع التي يمولها البنك في بلادنا وفي اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه في أن يسهم البنك الإسلامي للتنمية بدور أكثر فعالية في دعم مشاريع التنمية في اليمن منوها بحرص البنك على الاستجابة السريعة لأولويات الاحتياجات في البلاد